اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشكال حلوة قوي الاطارات كده فيها ورود طبعا ممكن تعملوا السرش باي حاجة حسب انتو الشكل اللي عاوزين وانا كتبت فلاور فريم فهيطلع لي شكل الفريميت دي شكلها حلوة قوي لو هنكتب جواه حاجة وتبقى استكر نلزقه على المنتج بتاعنا طبعا احنا نقعد بقى نشوف الحاجة اللي تعجبنا يعني بصوا فيه اختيارات كتير جدا 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 بتبدأوا ان انتو تطوروا لحد ما تلاقوا حاجة فعلا عجبيكم يعني دي في ايديكم عدوا كده شوفوا ايه الافكار الموجودة لحد ما توصلي الحاجة انتو حسها لا هي دي تمام فا اوكي هنا انا كتبت فلاور فريم فهنا بصوا بقى ظهرت لي اشكال حلوة قوي طبعا انتو بتبدأوا تختاروا منها الشكل اللي انتو حابينه آآ يعني حسب شكل العبوة ممكن نختار شكل دائري ممكن نختار شكل مربع ممكن نختار شكل مستطيل يعني حسب العبوة اللي بتحطي فيها المنتج بتاعي دي شكلها حلوة لكن برضو هنبص كده نشوف آآ ايه اللي موجود تاني بحيث لو في حاجة عجبيتنا خلاص هنختار ده طبعا برنامج بنت الرست آآ بننزل قبل كيشان بتاعه بيبقى موجود على التليفون بتاعنا صور علي كتير جدا جدا نتو حفى بجد علي افكار حلوة قوي هتعجبكم وهتفيدكم في شغلكم بإذن الله وفي اختيارات كتير فالفكرة ان انت يعني هتعوذي تدوري فترة لحد ما فعلا توصلي لحاجة خلاص عجبيتك يعني وتستقيري عليها انا هنا الشكل ده عجبني هنعمل آآ داونلود للصورة بندوس على الثلاث نقاط اللي فوق ونبدأ نختار منها الداونلود طبعا كده خلاص خلاصنا بنت الرست برنامج تاني اسمه كانفا البرنامج ده اللي هنعمل بي الاستقرات على التليفون تمام نبدأ ان احنا اول حاجة بندوس على علامة البلاس وبعدها بنختار كاستوم سايز ونبدأ ان احنا نكتب مقاس الاستقر اللي احنا عوزينه مثلا انا هختار مقاس تلاتة في تلاتة اللي هو الطول والعرض آآ يبقى العرض تلاتة بعد كده هنختار الطول تلاتة انت حسب آآ المقاس اللي انت بتشتغلي عليه فبتبتقي تكتبي المقاسات حسب حجم اللي عبوة بتاعتك تمام انا هنا آآ هجرب اعمل المحاولات تاني لانه ساعات ما بيرضوش آآ اشتغل من اول مرة فهنقض نجرب لحد ما الكلمة بتاعت كريت نيو ديزاين آآ تبقى بلون البنفسي جي فهنا نضغط عليه هنا تمام خلاص اشتغلت كده احنا عملنا التصميم بتاعنا اللي هو مقاس تلاتة في تلاتة ده مقاس الاستقر اللي احنا هنبقى هنلزقه طبعا انت زي ما قولنا حجم اللي عبوة بتشوفي المقاس بتاعت طول في العرض تبدا تعملي دي على اساسها بعد كده هنا احنا دخلنا هنختار طبعا الصورة اللي احنا آآ حملناها بعد كده احنا نيجي بقى هنا ونكبرها عاوزينها تاخد المساحة بتاعته كله لان هي دي المساحة اللي احنا كتبناها اللي هي تلاتة في تلاتة فاحنا عاوزينها تيجي على المكان كله عشان يبقى المقاس مظبوط لشغلنا بعد ما خلصنا كده بنبدأ نيجي في النص نكتب بقى اسم المنتج اللي احنا حابينه فبنيجي آآ هنا بنختار ونبدأ ان احنا آآ نختار كلمة اضافة خط بنبدأ نكتب هنا اللي احنا الاسم بقى الحاجة اللي احنا حابينه طبعا بنمسح كل الحاجة اللي جوه المربع الاول بعد كده بنبدأ نكتب المنتج اللي ازن بتقيا انا هنا آآ هكتب بقى طبعا دراي هير شامبو آآ لو استيكر يتحط على لعبه وتشامبو فانا كتبت كده آآ انت طبعا بتكتبي آآ كل بقى التفاصيل بتاعتك يعني تبدأ تكتبي مسلا آآ نوع المنتج بتاعك مسلا محتويته ايه آآ ريحة ايه فتبدأ تكتبي كل التفاصيل علشان المنتج يبقى فيه كل المعلومات بتاعته بعد ما خلصنا بقى بنيجي هنا بصوا في الفنت بنبدأ نختار شكل الخط اللي احنا حابينه آآ طبعا الحاجات اللي جنبها علامة تاج دي بتبقى بفلوس يعني لو بتحملوها بيبقى بتدفعوا فلوس عشان تتحمل إنما بقى الحاجات بتبقى فري خالص فهنا شكل الخط ده حلو آآ مناسب جدا بعد ما خلص خلصنا الفنت بنيجي بعدها على هو الماسك ده حلو لا مش هعمل فيه حاجة هنا الالوان هنا هنلاحظ ان جايب لك الصورة بتاعتك دي الالوان بتاعتها اختاره من دي احلى حاجة لان هنا هو جايب لك الالوان اللي موجودة في الصورة فبالتالي ده اللون المتناسق مع شكل ديزاين بتاعك فالصورة دي الالوان اللي موجودة فيها اصنع اربع الوان فهنختار منهم لون بحيث ان هو يكون متناسق مع الديزاين بتاعنا بتختاروش اي الوان تانية من تحت اختاروا الحاجات اللي هو جايبها القديم من محتوية الصورة بعد ما اخترنا اللون هنا بقى ممكن نختار يعني اشكال برضو سواء الخط ميل او هو ميل الصراحة شكله حلو فاختارته طبعا بعد كده عندي هنا اه بتبقى حاجات كده يعني بتدي شادو شوية اه بتدي شكل برضو للخط فحسب انتو اللي حابينه بتختاروه ممكن او ممكن انا عاجبني الشكل ده فاختارته بعد كده تقريبا انا خلاص خلصتي ايه هو حاجة بسيطة جدا مش محتاجي نعمل حاجة بعد كده لما بنخلص بنبدأ ان احنا ندوس فوق على اه السهم وبعد كده بنعمل داونلود فالصورة بتبدأ ان هي تتحمل عندنا ويبقى التصميم خلاص تسايف بالمقاس بتاعه اللي احنا كتبنا له هو تلاتة في تلاتة طبعا انتو المقاسات حسب حجم العبوبة كده خلصنا اهم خطوة الديزاين بتاعنا عملنا التصميم بتاع الاستيكر عاوزين بعد كده نبدأ ان احنا نشتغل على ورقة عشان لما نروح نتبحها في اي مكتبة تطبع ورقة استيكر فيها كل التصميمات اللي احنا عملناها اه الورقة بيبقى مقاسها واحد وعشرين في تسعة اه وعشرين فاصلة سبع هنيجي دلوقتي طبعا هنشوف ازاي هنعمل صفحة جديدة ونبدأ ان احنا نشتغل في صفحة اه طبعا اي مكتبة عندها طباعة استيكرات بتبدأ انتو تروحوا وبتاخدوا الصور دي وتقولولوا احنا عاوزين نطبع الحاجات دي على اه ورق استيكر اي فور هنا خلاص بصوا التصميم موجود عندي تمام فكده انا اتأكد ان هو خلاص موجود نبدأ بقى نروح عشان نعمل الصفحة بتاعة الاستيكر اللي هنبدأ نعمل فيها التصميمات برضو بنفس البرنامج برنامج كانفا هنبدأ ان احنا آم نعمل برضو ندوس على البلاس علامة الزائد ونختار ونبدأ ان احنا نكتف العرض واحد وعشرين ونكتف الطول آآ تسعة وعشرين فاصلة سبعة بوينت سبعة طبعا هي ما بيجيش من اول مرة معي انا لازم كلمة ام نيو ديزاين دي تكون باللون البنفسيجي هي لحد الوقتي لسه مش عاوز تيجي معي اي اي اول ما تقول لون هي كده بصوش تقليد فكده تمام اوكي هنبدأ ان احنا خلاص عملنا العرض واحد وعشرين الطول تسعة وعشرين فاصلة سبعة ونعمل ريت نيو ديزاين فيبدأ ان ازهر لكم صفحة هنا بعد ما ظهرت لنا دي صفحة الشغل ممكن نعمل منها كوبي لو هنعمل صفحات كتير فاحنا هنا بصوا دي كلها صفحات بنقدر ان احنا نعمل اكتر من صفحة لو هنطبع فاحنا بنجهز الصفحات لو حابين الاول طبع احنا نشتغل في صفحة واحدة فقط فهنبدأ ان احنا نجي عند الصور بطريقة دي ونبدأ ان احنا نجيب التصميم اللي احنا عملناه ونبدأ بقى آآ نعمل للمقاس اللي احنا حابينه طبعا احنا قولنا ان العرض واحد وعشرين آآ والطول تسعة وعشرين سنتين فاحنا فوق كده العرض بتاعنا واحد وعشرين والطول تسعة وعشرين فانتوا يعني يحاولوا تقسموا آآ المقاس حسب ما انتوا حابينه طبعا انا هفضل بقى اقرر طبعا فيه كلمة تحت آآ آآ بندغط عليها عشان يقرر لنا الصورة فايه تبقى اسهل في الشغل اسمها دبلي كيت دبلي كيت دي يعني اعادت بيعملك الصورة نسخة منها فبنبدأ ان احنا هكذا فانا طول ما انا ماشية بقف على صورة واعمل دبلي كيت فابدأ اسحابها في مكان تاني وهكذا نبدأ بقى ان زبط المقاسات بالطريقة دي سهلة جدا بجد يعني آآ بربو مرة واتنين 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 واتلات لحد ما اديكوا تتمكنها تعرفوه تزبطوا الصفحة بالمقاسات اللي انتوا حابينها وتبدأوا ان انتوا خلاص بعد ما تسايفوها تروحوا تطبعوها على طول انا هنا كل ما بقف على صورة طبعا بعمل دبلي كيت علشان آآ انسخ الصورة واوديها مكان تاني علشان املى بقى المساحة بتاعت صفحة الاستيكر كلها علشان لما اروح اطبعها يبقى آآ الصفحة اللي انا طبعتها فيها عدد من الاستيكرات اعمل بي بقى الشغل بتاعي وازبط آآ طبعا استنوني في افكار تانية كتير لتصميم الاستيكرات هنعمل افكار حلوة جدا عالقناة لو الفيديو عجبكم وحسين الناس استفدتم معي ما تنسوش تعملوا اللايك حالا وتعملوا كومنت لان فعلا اللايك وكومنت بيفرقوا آآ ان الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس فالقناة تبدأ تتعارف آآ وتستمر في تقديم افضل محتوى لكم باذن الله احنا كده هنفضل شغالين كل ما بنقف على صورة بنعمل بنبدأ ان احنا ناخدها في مكان جنبها وهكزا يعني بصوا بكل سهولة تعملي صفحة استيكر يعني تصميم سهل جدا آآ وبسيط آآ طبعا ان شاء الله آآ تابعوا آآ القناة هتلاقوا الفترة الجاية نعمل افكار كتير جدا جدي زينات بقى تحفة جدا وافكار احلى واحلى ان شاء الله آآ نهاردة احنا استخدمنا برنامجين هنا نعمل داونلود تحت برضه بندوس على داونلود موف علي كده خلاص كده صورة تسيفت عندنا طبعا احنا برنامجين اللي اشتغلنا عليهم النهاردة آآ بنترست عشان بناخد منه الصور آآ تاني حاجة آآ برنامج اللي هو بنعمل منه صفحة الاستقرعات التليفون اسمه آآ سهل جدا بسيط تعمله تصميم بكل سهولة طبعا احنا بعد ما يتسيف نرجع نشوف الصورة موجودة عندنا وللا عشان نتأكد انا رجعت هنا دخلت عشان نشوف الصورة تسيفت ولا لأ لقيتها تمام كده خلاص جهزت عندي وبقتنا تسيفة ده شكل الصورة لما كبرتها بصوا آآ الحاجة مضبوطة محدوطة جنب بعض تمام آآ فيها مسافة كافية ان احنا لما نيجي نطبع نقص وناخد راحتنا في آآ عمل الاستقرار اتمنى الفيديو يكون عجبكم يربا ما كونش طولت عليكم استنوني فيديوهات جاية وافكار تانية كتير ان شاء الله الاستقرات وآآ عالم بقى التصميمات بالموبايل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة